السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنكلمكم عن نبات جديد من النباتات الناجلية ومن الحبوب في نفس الوقت وهو نظير الغلة وهو الشعير دي بظور الشعير زي ما انتوا شايفين وطبعا مفيش حد في الدنيا ما يعرفش الشعير زي ما عارف الغلة أو زي ما عارف القمح يعني محدش في الدنيا ما يعرفش قمح للقدام يعني ما يسمعش عن القمح والشعير كل الناس تسمع عنهم الشعير طبعا بيستخدم فيه حاجات كتير جدا طبعا غير الاستخدامات الغير مشروعة اللي بيستخدمها في صناعة الخامر وغير 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 وف المشروبات الكوحولية غير برضه intentions باستخدام مشروبات الشعير مثلا زي البريل البريل اللي يا ح barberك بتشربه ده ده تخمير الشعير مع مع ظهور تانية زي ظهرة الدينار وغيرها اللي بتستخدم فيه تخمير الشعير النهاردة بعد الفاصل هنكلمكم عن زراعة الشعير كاملة وهنعرفكم ايه هو الشعير العاري الشعير اللي هو من غير ملوش اشرة زي ده كده يا جماعة ده دما يندرس بيطلع باشرته كده يا جماعة دما يندرس بيطلع باشرته زي ما في ايدي كده بيطلع بالاشرف بتاعته اما في شعير لما يندرس بيمنسل الامحة الملادي sad unknowns بهاسر مش امهم بهاسر مش اكداء البذرة منظوعة الغلاف التبقى البذرة منظوعة الغلاف أعني اناركم غلاف بذرة زي دة كده؟ دي معرفتش هنزع ليه الغلاف بتاع اي بنزعه الغلاف لازم اما الثانية بيبقى الغلاف غير متماسك نوعا ما فبينشال فبيبقى له صفات انتاجية كويسة بحس ان يتعمل منه خبز ويتعمل منه محجنات زي الامحة فتابعونا بعد الفاصل ونكلمكم عن زراعة الشعير اولا زراعة الشعير يتزرع زي الغلاف او زي القمح تماما مثل القمح تماما ممكن يتزرع على خطوط زي الامحة ده امح مزروع على خطوط مزروع جور جور نقير بحيث ان العامل بيمشي كده مع المنقرة بتاعته يفحط بيده كده ويضع كميه من البزور ويغطي ويضع كميه من البزور ويغطي يضع ثاني اوه يا جماعة على الخط ويضع كميه من البزور ويغطي تمام كده ده طريقة الزراعة النقير اللي هي على خطوط فيه ممكن يتزرع في احواض عفير في احواض تبقى احواض صيحة على بعضها مش خطوط زي كده مش منظمة يعني عاملة زي ارض الملعب تمام يا جماعة نيجي تعالوا نشوفها ده اللي هي القامح اللي مزروع في احواض اوه ده مزروع في ارض عاملة زي ارض الملعب ارض متسوية ومتزحفة ومتنعمة والقامح مزروع فيها ده بيزرع ازاي مش بجور بقى مش نير لا بيزرع ازاي ومشي تسبيح كده كده بصوا كده تمام كده يا جماعة بمشي اسباحها في قلب الارض كده تمام اوه 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 ادل بزورة ايه امش هاوه شايفين ايه تسبيح كده على وش الارض بس تبقى الارض لسه محروتة لان ده ارض شربانة بيتهيئلك ان الارض بلاط تمام يا جماعة تمام نتكلم بقى اولا على موعيد الزراعة الشعير في موعيد الزراعة بيختلف عن القمح القمح في مصر مرتبط بموعب معين ولو ما تزرعش فيه بيبقى انتجيته ضعيفة جدا احنا طالع عنديها المثال الكبطي زمان ان الامح بيزرع في هاتور هاتور ده اللي هو بيوافق عندنا الشهر الميلادي اللي هو شهر نوفمبر شهر نوفمبر اللي هو الشهر الحادي عشر من الأشهر الميلاديه شهر 11 هو ده هاتور تمام يا جماعة بيوافق عندنا هاتور طيب ازرع في اكتوبر ونوفمبر وديسمبر اللي هو 10 و 11 و 12 لا مرتبط بهاتور ولا مرتبط بالكلام ده كله طيب ده شيء جميل يبقى كده موعيد الزراعة بتختلف تماما عن القمح الشعير من النباتات اللي بتتحمل الجفاف فممكن نزرعه في اي ارض تمام يا جماعة وبتحمل ضعف التربة تمام يا جماعة تمام فموعيد الزراعة ايش انتفع مع بعضنا ايش ان نترك الحئة بتاع موعيد الزراعة ديه موعيد الزراعة من اااا ممكن ازرع من اول 11 لحد منتصف شهر 12 اللي هو الشهر ديسمبر او الشهر الثاني عشر من الأشهر الميلاديه طيب دلوقتي مدي أرض مزرعه طبعا فتبروها شعيرة والقمح زي الشعير تماما نفس الخدمة و نفس كل حاجة نسيبنا من معايد الزراعة خلينا في التقاوي كمية التقاوي يحتاج قدق الفداني الفدان عندنا في مصر اللي هو 4200 متر بمعنى اصح بالمقاييسة المصرية الفدان عندنا يتقسم ل 24 قراط القراط عندنا يتقسم ل 24 سهم السهم عندنا 7 متر ونص يتقسم لسهم من حسابه و كل شيء يتحدث بحسابه في مصر و لكن اصحب هناك مصر و يحب اشتري البدان في مصر أصحابه يتحسب بالفدان فداني لدينا الكيمة الأصغر منه يسمى الأوراط الأوراط و 24 سهم السهم يتبقى بحسابه سهم 7 متر ونص أو 6 متر ونص كل شيء يختلف بحسابه كل شيء يختلف بحسابه كمية التقاوي للفدان يأخذ تقاوي من 35 إلى 60 كيلو جرام يحتاج إلى 60 كيلو جرام مرتاح و أكثر من 60 كيلو جرام ولكن هذا المتوسط لا تبقى إله أو خفيفة أما الأرض التي كنا فيها أول شيء 35 كيلو يقضوها وزيادة للفدان لأنها تزرع نقر و تنقير جور و كل جرام تأخذ أكثر من 10 حبات أو 20 حبات لا تأخذ أكثر من كل جرام كمية التقاوي من 35 إلى 60 كيلو جرام و إذا أضرأ أرض عفير على حواد سيضرع عفير على أرض حواد سيضرع تزبيح سيضرع لها 60 كيلو جرام ولكن أرض عفير على حواد سيضرع أرض حواد سيضرع 60 كيلو جرام يحتاج في الارض الطنية من 3 ال 4 رياط يحتاج في الارض الرملية من 6 ال 7 رياط تمام يا جماعة يعني اعمش كده كل يوم فقل بالارض اما لا خلاص عطشت وكفرت او من العطش امس ايه من 3 الاربع رياض في الارض الطنية اللي زي لما شفها دلوقتي في الارض الرملية من اه سبع من سبع سبع رياض تمام يا جماعة تمام ودلوقتي احنا رجعنا الارض اللي هي خطوط هذا هو 35 كيلو جرام تقاوي كمية التقاوي والري نخش في التسميد التسميد يحتاج للعائلة النجالية يجب أن يضع سماد بلدي السباخ السماد البلدي أو سماد المواشي أو سماد الطيور السابلة الطيور يجب أن يضع سماد دواجن ويجب أن يضع السماد بلدي سماد البلدي السماد البلدي سماد دواجن يضع سماد مواشي 6 طن يجب أن يضع 6000 كيلو جرام من السماد البلدي ولو كومبوست ولو السمات البلدي ده ما تحول لكمبوست يبقى accumulate 3000 كيلو جرام كومبوست كا爸اء يتقسي لنص الكمية على طول لان ده السمات البلدي ولازم يعطي العائلة الناجلية لها سمات بلدي العائلة الناجلية تستنزف جميع المادة العضوية الي في التربة العائلة الناجلية تستنزف جميع المادة العضوية اللي موجودة في التربة تمام يا جمعة تمام. آآ نجي نتكلم على نحط بقى ادقى سوبر فوسفات. نحط ميت كيلو جرام سوبر فوسفات الكلسي. نحط ميت كيلو جرام crest silence. آآ سوبر فوسفات على فكرة في شركات وطنية هنا يقوم بuli شركات الحكومية تنتج منه لكي لا يستطيع اعرفه لكي هناك ناس حديثة العهد بالزراعة وكان يسألون عليها ثانيا نذهب لكم هذا هو صبر فوسفات الكالسين كابريتات كالسين فوسفاتية هو خامس اوكسيد الفوسفور اشتركوا لكم اشتركوا على المعدول لا يستطيع أن أخذ بشكل مثل حوالي لونها أبيض اقل اقل من الأبيض اقل اي نوع منهم يقضي الغرض يقضي الغرض الفدان يحتاج منه 100 كيلو جرام من السماد الأزودتي يمكن أن يكون النطرات أو الكابريتات يمكنني أن نضعه في صورة الكابريتات أو النطرات ويوريا لا يستحسن للشعير لا يستحسن وضع سماد أزودتي يوريا للشعير لماذا؟ اليوريا لا يفيد للشعير مثل النطرات و الكابريتات تمام يا جماعة فدلوقتي سماد أزودتي 35 كيلو جرام 35 كيلو جرام لا لأن الشعير الزهب لا يحتاج سماد أزودتي كثيرا وهو من العائلة النجلية سيحتاج إلى السماد الأزودتي كثيرا تمام يا جماعة؟ هذا بالنسبة للتسميت بالنسبة للمقومة الحشاش هناك مبداعات كثير qualche من المقومة الحشاش سأتحدث عنها في فيديو آخر وهنا البيديو آخر أو الشعير العاري الشعير المنزوع الحب ليس ببقى كشفة الأمح ليس بقى لغلاف فلذا الشعير ليس بقى لغلاف فلذا الشعير товарищ هنتكلم عنه و هنتكلم عن ازاي صناعته في المغبوزات و المعجنات و ازاي الدول بدأت تستخدمه بدلا من القمح لانه مفيد لمرضى السكر و مفيد للكلام ده كله فاستنتظرونا في فيديو تاني ان شاء الله نقول لكم على المحصول بقى نقول لكم على الباقي من الشرح و نقول لكم على الشعير العاري و نتكلم على المحصول و الكلام ده كله تمام يا جماعة و في النهاية اشكركم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته